يعد المهاتم غاندي وهو رجل هندي الأصل من أوائل الداعمين للثقافة التي تنفذ العنف كما أنه يعد من أوائل المشجعين والمؤيدين للمقاومة ولكن بشكل سلمي بالإضافة إلى أنه عرف بمناصرة المنبوذين في دولته وكان من الأشخاص الذين بذلوا جهدهم كله في سبيل حماية وطنهم بشكل سلمي ومقاومة الاحتلال البريطاني إلا أنه في السنوات الأخيرة التي عاشها توجه نحو دعوة الهندوسيين القاتلين في الهند إلى احترام الديانات الأخرى الموجودة هناك ومن هذه الديانات ديانة الإسلام حيث دعاهم إلى احترام حقوق هؤلاء المسلمين إلا أن ذلك الطلب أدى إلى استشاطة غضب الهندوسيين المتعصبين فاتهموه بالخيانة ثم اغتالوه ولد مهانداس كارمشاند غاندي المشهور بلقب المهاتمة والذي يعني الشخص الذي يتمتع بنفس عظيمة أو الشخص القديس في اليوم الثاني من شهر تشرين الأول أكتوبر من عام ألف وثمانمائة وتسعة وستين في الهند وتحديدا في مدينة بوربيندر الواقعة في مقاطعة كاگرات حيث تقع بين مدينة السند ومدينة بومبي ويشار هنا إلى أن لغة هذا الإقليم وبعض العادات السائدة بين أهله تختلف عن الأقاليم الأخرى في الهند وبالنظر إلى نشأة غاندي نجد أنه قد نشأ دمن عائلة لها تاريخ طويل في العمل السياسي حيث أن جده تولى رئاسة الوزراء في بوربيندر بالإضافة إلى أن والده كان وزيرا في الحكومة كما كانت أسرته من الأسر الصالحة جدا وذات الأخلاق الرافعة وقد كان لنشأته في أسرة تحمل هذه الصفات الحامدة كلها دورا كبيرا في الوصول إلى المكانة التي وصل إليها وكانت والدته على وجه الخصوص أحد الأسباب الرئيسية في نشوئه بهذا القدر من الأخلاق والعظمة حيث أن كل من عرفها وعرف سيرتها وصفاتها يعي تماما بأنه اكتسب منها تلك الصفات الحامدة كلها كما أن جده أيضا أوتا غاندي كان رجلا ذا أخلاق وسيمات رفعة على الرغم من كثرة الانشغالات السياسية أمضى غاندي طفولته عادية وطبيعية جدا في صغره وعندما بلغ الثالث عشر من عمره تزوج نظرا لأن العادات الهندية تنص على ذلك وكانت حصيلة هذا الزواج أربعة أطفال إلا أن غاندي كما ذكر لم يكن راضيا عن زواجه بسبب صغر سنه علما بأنه كتب في سيرة حياته أنه قد أجبر من قبل أهله على هذا الزواج في هذا السن الصغير هو وأخوه وابن عمه وفي اليوم ذاته توفي وارد غاندي وهو في سن سابعة عشر فتولاه أخوه الكبير ثم رشحه لتولي رئاس أسرتهم والترقي ليحتل مركزا في الوزارة مثل وارده وذلك لأنه لاحظ فيه الذكاء والمقدرة على العمل والإجتهاد حيث كان لابد له من أن يتعلم في جامعة في الهند أو في الخارج ليصبح جاهزا لتولي هذا المنصب وكان لديه خياران للدراسة إما في جامعة بانفجار أو جامعة بومبي التي كانت تطلب نفقة كبيرة مما أدى إلى اختياره للجامعة الأولى وتحديدا كلية سامل داز فيها وما إن حلت نهاية السنة الأولى حتى عاد إلى منزله علما بأن صديقا لعائلته نصحه بأن يسافر إلى الأقطار الأجنبية لدراسة القانون وعلى الرغم من أنه كان يحبذ أن يدرس الطب أكثر لأن أخاه ذكره بأن والدهما كان لا يفضل هذا التخصص ولا يحب الجثث أو تشريحها بالإضافة إلى أن هذه المهنة كانت لا تؤدي إلى تنصيبه لرئاسة الوزارة وبالتالي اختار دراسة القانون تكريما واحتراما لوالده مارس غاندي مهنة المحامات مدة سنتين في الهند إلا أن محاولاته فيها باءت بالفشل إذ كانت أولى تجاربه كما أن الحظ لم يحالف لدى محاولته تكرار هذه التجربة بالإضافة إلى أن كيفية عمله في هذه المهنة لم تكن مرضية له حيث آثر على نفسه أن يمارسها بصدق بحيث يبتعد كل البعد عن محاولة كسب القضايا بالحيل ومن الجدير بالذكر أن غاندي سافر بعد ذلك إلى مناطق الجنوب إفريقيا لتقديم المساعدة إلى محامين كبار من الأجانب وليس لممارستها ومن خلال هذه الرحلة عرف القضية التي يجب أن يفني حياته في سبيلها ووضع قدمه على بداية الطريق حيث انتهى به ذلك بترأسه للهند كاملة ثم وضعت السورة البلاد عام الف وتسعمائة وثمانية والذي أدى إلى استقلال الهند ومن المهم بما كان ذكر أن غاندي كان يقيم حملات للمقاومة السلمية في الهند حيث تبعه بعض الهنود في هذه الحملات بسبب إيمانهم الشديد به وبمعتقداته التي تدعو إلى نبذ العنف واجتنابه بالإضافة إلى أن بعض العمال الذين يسكنون في الجنوب ومنهم صينيون وإندونسيون وهنود ووثنيون وزنوج لم يكونوا مؤمنين بمبادئ زعمائهم كانوا جميعهم يتبعون غاندي وذلك لأنهم يعلمون مقدار إخلاصه وموثوقيته ومما يجدر ذكره أن غاندي كان يترك الأعمال التي تأول إلى الربح المادي كلها حيث وهب ماله في سبيل إعانة المحتاجين والمظلومين فكان يسكن معهم ويأكل من طعامهم كما أنه تخلع المظاهر الحضارة كلها فتبعه الجميع دون أدنى شك منهم ومن إنجازات غاندي العديدة في الهند وفي البلاد الأخرى التي زارها السعي في سبيل تعزيز ثقة الهنود المهاجرين وزيادة آمانهم وتعزيز أخلاقهم إنشاء صحيفة تحمل اسم الرأي الهندي حيث عبر من خلالها عن مبادئه الداعية لمبدأ لا عنف السعي إلى تأسيس حزب يحمل اسم المؤتمر الهندي لينتال ليستطيع من خلاله الدفاع عن العمار الهنود ومناصرتهم محاولة تغيير القانون الذي ينص على أن الهنود لا حق لهم بالتصويت جعل الحكومة البريطانية تتراجع عن قرارها في تحديد وجهة الهجرة الهندية إلى الجنوب الإفريقي فقط السعي إلى إلغاء قانون الذي ينص على عدم تنظيم عقود الزواج لغير المسيحيين اغتيل المهات مغاندي على يد بعض الهندسيين الذي نشد غضبهم نتيجة دعوته لاحترام المسلمين واحترام حقوقهم واعتبروا دعوته تلك بمثابة خيانة فقرروا اغتياله والتخلص منه كما ذكر سابقا مما أدى إلى إطلاقهم ثلاث رصاصات عليه فتوفي في الثلاثين من كانون الثاني يناير من عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين عن عمر يناهز ثمانية وسبعين سنة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ويكي تيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية